اشتركوا في القناة 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 او نغذيه من السكالب او من الفروة محتاج الشعر الدهني بانه بيبقى خفيف بيقع وبيتساقط فبنبقى محتاجين الاطراف تكون عليه زيوت عشان نعادل الزيت اللي فوق واللي تحت فزيت الججوبة ينفع لجميع انواع الشعر ورقم واحد للشعر رقم اثنين للبشرة في الزيوت هتبقى رقم واحد للبشرة ورقم اثنين للشعر لازم يكون عندك زيت الججوبة لازم تقدر تشتري منين كمان كود فيه اي هرب هحطلكو هنا كود الخاص اي هرب فيه انواع كتير غير ناو تقدر تشتريه وحاجات ارجانيك عضوية مش متسخنة مش مغلية كله على البارد معصورة على البارد فزيت الججوبة انصحك يا اما من بيت الصابون اللبناني ام تنان اي هرب لو انت في اي مكان وما عندكيش عطار اطلبيه من اي هرب هتلاقوا تحت كود خاص فزيت الججوبة رقم واحد للشعر رقم اثنين للبشرة بالنسبة للبشرة بشريتي دهنية مختلطة جفة لا انا هاخده للبشرة البهتانة كمان الصفرة اللي فيها هلات اللي فيها مسامات زيت الججوبة بقطنة صغيرة قبل ما تنامي او بصوابعك باطراف صوابعك هتحطيها ويت طبي بيها على البشرة تمام بيقلل المسام بيرتب البشرة بيدي نضارة تاني نوع من الزيوت وده انا مخلصها برضو حوالي 3 ربعه وخلاص فاضل حبة صغيرين وهو برضو من بيت الصابون اللبناني وهو زيت الافوكادو زيت الافوكادو نومبر ون للبشرة نومبر تو للشعر الافوكادو عمتا عمتا حلو جدا للبشرة الدهنية بريتنينج بيدي تفتيح للبشرة بيدي لو عندك حبوب اثار اثار حبوب او بقع حبوب الافوكادو احنا لو جبنا صمرة افوكادو عنا عارفة انه غالي ومش دايما موجود لو خدنا صمرة الافوكادو وهرسناها نجيبها شوية طرية وبنهرسها بشوكة ونحط عليها من زيت الافوكادو ونعمله كماسك للبشرة هالجمال هالات تقل مسامات تقفل مش تقفل تمنع انها توسع نضارة جمال كده فلتر فلتر تعملك فلتر على البشرة زيت الافوكادو من احلق الزيوت للبشرة لكل انواع البشرة لكن بالتحديد البشرة الدهنية يبقى الججوبة كانت للبشرة الجافة زيت الافوكادو هيكون حلوة قوي للبشرة الدهنية بصوا غني بفيتامين A و E و D زيت مغزي فعال للبشرة ويعمل على حماية البشرة من التأثيرات الخارجية نظرا لاحتواءه على نسبة عالية من الاحماض الدهنية كما انه يوفر حماية ممتازة لمصيلات الشعر تاني حاجة للشعر والله انا مقاردش غير دلوقتي يعني بصوا ده من استعمالي والله ما اريت اللي على الازازة غير حالا دلوقتي وقلتلكم تجربتي ان هو فعلا للشعر وبعدين البشرة لما جينا قرينا الافوكادو اتكلم عن البشرة وبعدين الشعر وده اللي انا حسيته ودي فعلا خبرتي بامانة رب العالمين اولا انا مش اعلان بيت الصابون اللبناني ما يعرفنيش ناو متعرفنيش ولا القرشي ولا اي شركة من اتكلمت عنها يعرفوني الافوكادو لازم يكون عندك افوكادو لو ما عندكيش الصمرة هاتي الزيت بتاعه ثالث نوع زيت هو زيت بذرة العنب زيت البذرة مش زيت العنب زيت بذرة العنب عبارة عن ايه او هو بيخص ايه غني بفيتامين سي و اي فيتامين سي بقى للبشرة وإحنا مغماضين مظبوط طيب مضاد للتأكسد مكافح للشيخوخة ده بقى للخطوط الناس اللي عندها خطوط حول العين وعندك خطوط تحت العين وعندك على الجبهة الحقي نفسك وانت في سن الخمسة وعشرين واستعمليه وما ينقطعش من البيت خالص عندك زيت بذرة العنب للبنات الصغيرين اكتر من الكبار اللي عدة عدة واللي عنده خطوط واللي عنده تجاعد خلاص خلصت عايزة تقليلي انها متزدش استعمليه زي حالات انا بستعمله حلاوة روح زي ما بيقولوا محدش علمنا محدش قلنا وإحنا صغيرين خلي بالكم من بشرتكم خلي بالكم من الخطوط مكانش في يوتيوب مكانش في بجد مكانش في كل المعلومات اللي حواليك تقدري وانت قاعدة في مكانك تعرفي كل المعلومات احنا كنا جيل فعلا غلبان يبقى ده للسن زي ما قلت المراهقين لو انت عندك حبوب لو انت عندك آثار حبوب سبنيها الروس السودا استعملي بذرة العنب خفيفة على البشرة بيمتص بسرعة وبيحافظ على الخلايا ويجددها لازم يكون عندك زيت بذرة العنب لو انت عندك 25 سنة التلات انواع من شركة بيت الصابون اللبناني وتاني شركة معايا هي شركة امتنان ونوعين جديد جداد من الزيوت نوعين الزيت دول وكان فيه نوع زيت الثالث للأسف خلص لكن هحطولكو صورته هنا وهو زيت جنين الامح حطه مازال على بشرتي فاضل منه حبة صغيرين بس انا كنت شلت الازازة لانه هو مش دروب مفتوح عايز اقولكو حلوة قوي للهالات حلوة قوي للبشرة كنت بحط دروب منه على البيض حلوة قوي للبشرة وللشفايف وللمسامات والهالات السودا تاني نوع من امتنان وهو الزيت الجرجير طبعا ان شاء الله اللي هتكلم المفوض انتو لتكلموا زيت الجرجير للشعر مهم جدا شركة امتنان مش بتكتب الشرح زي زيت الصابون اللبناني لكن انا بقولكو ان زيت الجرجير حلو جدا طبعا هو للشعر فقط ما نقدرش نحطه على بشرتنا هتخلطيه مع خلطات اخرى ممكن تحطي زيت زتون على زيت جوجوبة على زيت بعمل خلطة كده حلوة مع بزر الكتان لو بتعميني مثلا بزر الكتان تحطي شوية زيت جرجير عليه بينعم الشعر بيقلل لها يا شان وبينبتو بس ببطء طبعا مش بينبت بطريقة يعني عند الاجزاء اللي بتبقى عندك الجناب اللي بتبقى فاضية تقدري تحطيها وتعمل لها مساج تقدر تنبتلك الشعر بس على المدى البعيد لكن زيت الجرجير زيت الآخر من شركة امتنان او تالت زيت من شركة امتنان وهو زيت السمسم اوه على زيت السمسم بجد يا بنات بجد هو ريحته طحينة ريحته بتفكرني دايما بالفول بالطحينة لكن بجد او صلطة الطحينة مع المشويات زيت السمسم بيبيض مش هجيبلك اكتر من كده يعني دي نمبر ون عايزة بشرة فتحة رز مع زيت السمسم ويدعيلي حط زيت السمسم لوحده يدهنيه ثلاث سيام وربعة لو انت عروسة وبرضو يدعيلي هلات بقع تسعد تبقى هنا في حاجات سودة فيه هنا الاسود اللي بيبقى عند الشفايف من هنا او اللي عنده سواد هنا عند الدقن دهني زيت سمسم من ثلاثة ايام لست ايام يوميا هتلاقي بيض غير طبيعي حطيه على ايدك فضيع بيبيض يا بنات بيبيض هو بيرتب بس بيبيض اكتر يعني اكتر ما بيرتب هو بينشف على طول مش بيسيب أثر دهني بيرتب لكن بيبيض مش هولك اكتر من كده ده اللي انا شفته من زيت السمسم انا مش قادرة اقولك اي حاجة تانية زيت السمسم انا لما بقى في شمس وكده ويومي كله كان فيه شمس وارجع لازم بعد ما اعمل سكراب بتاعي او الغسول اروح حطني نقطتين خلصت خلصت هتدالك الاحمرار هتدالك الشمس بعد البحر والمصيف وحمام السباحة والكلور بتاع حمام السباحة وتحطي نقطتين على البشرة زيت السمسم ايا كان نوع الشركة فاضي جدا بعد كده حنروح لعم عبدالصمد القرشي ده برضو نصه ده جدائل بصوا جدائل فيه انواع كتير واشكال كتير فيه الاحمر وفيه الموف وفيه الازرق وفيه الاخدر انا حبيت الاخدر اكتر للشعر الجاف هو بس ريحته هي اللي صعبة شوي لكن زيت زي اي زيت بس ده خلطة على فكرة هو عبارة عن كزا نوع مع بعض جوجوبة على زيت زاتوب فهو سهلك الامور وبساعات بيبقى عليه عرض بيبقى حوالي 5 دنار 3 دنار حاجات كده كمية بتاعته حوالي 100 ملي اللون الاخدر ماشى معايا للشعر الجاف اي حد استعمل لون اخر يكتب لنا عشان نستفيد وانا استحك بزيت جدايل الاخدر للشعر الجاف بقيت الالوان انا ما عارفش عنها حاجة وبعد كده احلى نوعين في الحياة وكلكوا عارفينها وعشان كده خليتهم للاخر لان دي مش معلومة جديدة بالنسبة لكم وهما الارجان وزوت وزوت الارجان زيت الارجان وزيت اللوز الحن زيت الارجان يا بنات لما تيجوا تشترواه لازم تكونوا متأكدين من المكان اللي بتشتروا منه زيت الارجان زيت الارجان من الزيوت المهمة جدا ولازم تكون عندك للبشرة والشعر من اوائل الزيوت اللي لازم تكون عندك زي وزي الججوبة للشعر خفيف بيمتصوا بيخش المسامات بيخش الخلايا بخش الفروة بيعادلك الشعر بالدهون اللي فيه لو شعرك حتى فيه قشر تلاقيش منه خالص لانه خفيف مش بيكون دهون وطبقات على فروة الشعر دي الشركة اللي بجيب منها الارجان وبضمن انها كويسة برضو بجيبها دي من اي هرب فيه كذا نوع وكذا شركة جوه اي هرب بس اللي بضمنها واللي استعملتها هي كوكو كير برضو ريحة زيت الارجان شوية مش حلوة استعمليه مرد في الاسبوع ولو بشرتك جفة استعمليه 3 مرات ان شاء الله تدهنيه زي وزي المرطب العادي قبل ما تنامي واخر حاجة هو طبعا دي تاني مرة مش عشان بس ما تشوفوش الازازة تقولوه منال بتجذب علينا وبتشتغلنا طبعا انا مش بعمل زي ما قلتلكو اعلان لكن زيت اللوز الحل ودي تاني ازازة كنت جايبة منها صغيرة عشان اجربها قبل كده زيت اللوز الحلو جبته من العطار قبل كده جبته من الامتنان قبل كده من الشركات الموصوق فيها جدا في الزيوت بتاعها عندهم على فكرة كل زيوت اللي اتكلمت عنها عندهم جوجوبة بزرتاني بافوكاتو خروع زيت اللوز بنصحك به لمبشرة وللشعر لا يعل عليه ودي كل انواع الزيوت من شركات مختلفة استعملتها واتمنى اكون فتك وبكده يكون فيديو نهارده خلص يا رب ما يكون شراغيت كتير ويا رب تكوني استفدتي ويكون فعلا فادك الفيديو وفت كل البنات وما تسيش في اخر الفيديو تروحي على الانستجرام بليز روحي على الانستجرام اشوف في كناك اعمليلي فولو اعملي في استرش اكتبي مونة ده هنا 18 كده حيطلع لك في استرش 30 اعملي فولو واشوف في كناك نتكلم ونحكي ونرغي وكل يوم بكلمك صبح وبالليل وبعمل ريفيوهات وكمان تروحي على الفيسبوك عشان تشوفي البراند بتاع موني ستايل وكمان تعملي شير لكل صحابك اللي بتتجوز وبتتجهز من سنة العشرين سنة لحد سنة الخمسين اعملي شير للفيديو ده عشان كل الناس تتستفيد من الزيوت المهمة اللي لازم تكون عندك ولازم تهتمي بنفسك وتحب نفسك وتحب يموني كمان وتعمل لها لايك واشوفك على خير باي باي